السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف شطرنج معكم اياض ردوان رح نشوف بهذا الفيديو حل هذا الموقف هو موقف جميل جدا 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 وهو من المواقف اللي بيتم فيه استياد الوزير وهو بكامل قوته ونشاطه بتمتع برقعة مفتوحة ويتحرك فيها كيف ما يشاء ومع ذلك بتلاقي كل خياراته محدودة اخر فيديو نشرته هو بطمن هالمجال هال وفي فيديو او المتذكرون طبعا سميته اذا نزل القضاء ضاق الفضاء كمان بنزل القضاء على الوزير هاد الفيديو او هاد الموقف من اهداء صديق الصفحة يسوف اليوسف شكرا الى كتير يا يسوف وشكرا لكل المتابعين اللي عم يدعموا القناة وخاصة اللي بيحطوا اعجبني قبل ما يشوفوا الفيديو والبيحطوا اول تعليق وتاني تعليق وشكرا للمنتسبين بالقناة انتو اروع ناس وشكرا للدعمين الماديين فاذا راح نشوف بهذا الموقف الحل الان اللاعب الابيض يلعب ويربح متل ما نتشايف الوزير الان مهدد الفيل فكيف راح نتصرف خلينا نشوف النقلة الاولى هون هي بي فايف كيش طبعا اجباري بدك تاكل بالوزير ليش لانه اللاعب الاسود عنده خيارين فقط او ثلاث خيارات اذا اكل بالملك كيش من هون وطار الوزير متل ما نك شايف واذا ما اكل الملك ايجا لهون ايضا كيش وطار الوزير فاجباري الان بدك تاكل والان مهدد انك تاكل الحصان مع كيش واذا شلت الحصان او حتى مهدد هاد واذا شلت الحصان ايضا راح تاكل الفيل ولكن هون اللاعب الابيض بيلعب نقلة خرافية نقلة لا تصدق ولكن هي النقلة اللي راح تقضي تماما على اللاعب الاسود هون النقلة عزيزين مشاهد وحضر نفسك للمفاجأة هي نايت بي اسرين قوية وبيقول له خود هذا الاحصان اذا بدك طبعا تشوف خيارات اللاعب الاسود هاد البيضاء ممنوع يتحرك هاد البيضاء ممنوع يتحرك الملك ممنوع غير مربع واحد اذا ايجا لهون كيش ملك وطار الوزير فاذا ايجباري بدك تلعب بالوزير لاحظ خيارات اللاعب الاسود بالوزير خلينا نشوف هاي الخيارات جميعها امامك وايضا الاوتار وايضا اكل هاد الاحصان خلينا نستسني المربعات الغير منطقية مثل هون او هون راح يسقط بالملك هون بالحصان هون بالحصان هون بالحصان هون بالحصان وايضا هون بالحصان وبالتالي هون ايضا بالحصان هاي الخيارات غير منطقية فخلينا الآن نجرب الخيارات الثانية طبعا إذا إيجا لهون رح يكون في عنا كيش من هون وطار الوزير فلذلك رح نستسني هذا المربع أيضا وطبعا إذا إيجا لهون أيضا رح يكون في عنا كيش وطار الوزير فأيضا رح نستسني هذا المربع فبالتالي الآن خلينا نجرب إذا إيجا لهون رح يجي لحصان كيش وأيضا طار الوزير فأيضا رح نستثني هذا المربع وين في خيارات تاني أيضا خلي نشوف الخيار لهون فأيضا كش من هون وطار الوزير فأيضا رح نستثني هذا المربع الآن إذا إجا لهون أيضا كش وطار الوزير فأيضا رح نستثني هذا المربع وايضا اذا اجا الوزير لهون رح يكون في عناكش بالحصان من هون متل ما انك شايف واطار الوزير فايضا رح نستثني هذا المربع اذا نبقي امامه متل ما انك شايف خمسة مربعات خلينا نشوف المربع الاول وهو البيون اذا لعب لهون شو رح يلعب اللاعب الابيض رح يلعب نايت على السي فايف كيش لاحظ وين بده يروح الملك الملك امامه خيار واحد فقط هو البي فايف وهون كيش ملك وطار الوزير وبالتالي ايضا بنقلتين اذا لعب له على البيون رح يطير الوزير فرح نستثني الان وايضا في عنا البي فايف ايضا شو رح يلعب رح يلعب النايت على السي فايف كيش لاحظ الوزير او الان كيش وين بده يروح الملك ايضا على البي فايف وهون النايت على ال اي فايف كيش اللي قوية جدا والان شو الرد لاحظوا الملك بده يروح على خيارات يعني كلها مربعات سوداء لهون او لهون او لهون او لهون فقط او ياكل لحصان وجميعا رح يكون في عنا شوكة اذا كان لحصان كيش من هون واذا ايجا لهون ايضا كيش من هون واذا ايجا لهون ايضا كيش من هون ونفس الشيء اذا ايجا لهون ايضا كيش من هون فإذن بعد هاي النقلة رح يكون في عنا مات الوزير بثلاثة نقلات فإذن أيضا رح نستثني هاد المربع إذن باقي عنا خيار إنه يجي الوزير لهون وهون أيضا نايت على البي فور كيش لاحظ الآن الوزير وين بده يروح أو الملك في عنا خيارين فقط إذا يجي لهون كيش طار الوزير وإذا يجي لهون أيضا كيش طار الوزير فأيضا يعني هاد المربع رح نستثني باقي عنا خيارين إذا يجي الوزير على الـ 8 شو رح يكون عنا الخيار عند اللاعب الأبيض أيضا نايت سي فايف لاحظ اللاعب الأبيض عنده خيار واحد على البي فايف وهون كيش وأيضا طار الوزير فإذا عندنا خيار واحد الآن هو إنك تاكل الحصان في حال أكلت الحصان مع كيش لاحظ القوة عند اللاعب الأبيض إنه حتى الكيش ممكن يصدى بالنقلة القوية نايت على الـ F4 وانربط الوزير مع الملك بالفيل إجباري بدك تاكل ورح ياكل وطبعا هاي نهاي رابح على اللاعب الأبيض الـ 9 على الـ D4 طبعا بعد عدة نقلات رح يربح اللاعب الأبيض طبعا كيش مثلا إذا إجا لهون فالنايت على الـ E6 نايت تيكس نايت F5 وجي سيفين طبعا رح يكون في عنا كيش متل ما أنك تشايف أو أي خيارات تاني رح يربح اللاعب الأبيض فهذا كان الموقف لليوم موقف أسطوري يعني نقلت الـ 9 على الـ DC تخيل إنه تكون مباراة حقيقية شيء بدك تحسب لحتى تحسب هالخيارات كلها إنك تضحي بالحصان مع كيش وتشوف إنه أي نقلة بعدها بعد هاي نقلة رح تأدي لها إنك يعني تخسر الوزير كلاعب أسوط طبعا بكل الخيارات فهذا كان الفيديو اليوم إن شاء الله يكون عجبكم لا ننسوا الاشتراك بالقناة في عنا هذا اللغز اللي ظهر الآن هو لغز أسطوري بتمنى من الكل يشوفوه يعني يستحق إنه يكون فيديو بمليون مشاهدة نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله